نظم معنا من بيروت المحلل السياسي طوني بولس أهلا بك سيد طوني أبدأ معك سيد طوني برأيك هل أجاب الحريري على أسئلة اللبنانيين في هذا اللقاء؟ فضل سيد طوني يعني بشكل مباشر يمكن القول أن الحريري أجاب على جزء كبير من الأسئلة التي أطرحها الشرع اللبناني وخاصة أبرز ما حصل في هذه المقابلة مهمتين أساسيتين الأولى أولا أن الشرع اللبناني كان في الفترة الماضية أو خلال هذا الأسبوع نتيجة بعض الكوى السياسية التي حاولت زر الرمات في العيون وتوجير الأنظار باتجاه آخر حاولت تصوير الأمور وكأن الحريري غير مرتاح بوضعيته في المملكة العربية الثورية وهناك غموض في وضعه هذه اطلالة كانت كافية للرد وأسكات كل هؤلاء وتكذيبهم وتأكيد بشكل مباشر أن الاستيقال أتت نتيجة التداغلات الإيرانية في لبنان ونتيجة خطف الدولة اللبنانية والقرار السياسي اللبناني من كبل ميليشيا حزب الله الإرهابية هذا كان واضحا في هذه المقابلة وكان واضحا رد الفعل الهمجي في الشارع اللبناني من كبل أولاء الميليشيات عندما ذهبوا وقطعوا كابلات الإرسال للمحطات التي تبص هذه المقابلة لأنهم لم يكتفوا فقط بالاحتلال العسكري للمدن والمناطق للأسف مصنفة الشعينية في لبنان إنما هم ذهبوا للاحتلال العقول أيضا ومحاولة غسل العقول ومنع أي رأي آخر أن يزقوا لهذه البيئة هذا أصلا هو الفكر الإرهابي الذي يحاول بسه هؤلاء في الشارع اللبناني وتحدثنا للأسف في المجتمع الشيعي يمكن القول أن هذه المقابلة صوبت الكثير من الأمور صوبت هدفها ووضعت الجميع وخاصة المشككين أمام حقيقة واحدة أن الرئيس الحريري استقال من طلقاء نفسه وكان يريد هذه الاستقالة وهذه الاستقالة رفعت بواجه حزب الله وبواجه إيران نعم سيد طوني بالتأكيد أنت تعرف أكثر عن حياة سعد الحريري وأيضا وأنت متواجد في بيروت حيث أكد أن حياته مهددة من قبل النظام السوري سؤالي هنا سيد طوني لماذا هذا التهديد المستمر يعني من عام 2004 تقريبا هذا التهديدات أو من 2005 على ما أعتقد سيد الكريم هناك منظومة مشتركة تمتد من النظام السوري لتصل إلى تهران هذه آلة قتل قتلت العشرات من اللبنانيين قتلت نخب لبنان من قيادات لبنان قتلت الرئيس الشهيد رفيق الحريري قتلت أيضا العديد من القيادات والصحفيين والمفكرين وقادة الرأي في لبنان وقمعت وخطفت هذه العصابة التي تمتد من بشار الأسد ولها فروع أخرى في لبنان وحسب الله جزء منها هي عصابة واحدة هدفها استغلال القتل وآلة القتل لتصفية الحسابات والاستثمارها في السياسة هؤلاء لا يمونون في العمل السياسي وحق الآخرين في العمل السياسي إنهم لديهم آلة قتل وهذه الآلة قتل تتطلق على الجميع الرئيس الحريري كان في لبنان مقيد الحرية من قبل هذه الحكومة ومن قبل هذه الميليشيات الآن عندما ذهب إلى السعودية واستقال من السعودية كان حرا خرج من الضغط الذي كان فيه في لبنان الذي كان يمنعه من هذه الخطوة في لبنان لأن حياتهم مهددة لأن حزب الله يستطيع قتل أي من كان وأكثر من ذلك اليوم المحكمة الدولية في لبنان أو المحكمة الدولية اتهمت عناصر من الميليشي حزب الله بقتل الرئيس الحريري ولكن حزب الله لم يسلم القتل للدولة اللبنانية أو حتى للمجتمع الدولي هذا يشير إلى أن حزب الله وهذه المنظومة التي تحدثنا عنها وتمتد ومرتبطة بنظام بشار الأسد تقتل ولا تنصع للقضاء ولا يستطيع أي قضاء في لبنان أو في الخارج أن مواجهة هذه آلة القتل وحياة الرئيس الحريري مهددة في لبنان تعب عن مهددة نتيجة هذه المواقف ومن هنا رأينا الحريري حرا في المملكة العربية السعودية ومن المملكة استطاع اتخاذ هذا المواقف الجريء جدا والتقدم جدا نعم أنت تحدثت عن الضغط على الرئيس سعد الحريري السابق وتحدثت أيضا أنه مهدد من الممكن باغتيالة في لبنان لكن أكد هنا سعد الحريري أنه سيعود إلى لبنان قريبا إذا كان هذا الضغط موجود وهذا التهديد موجود ما يعتبر خطر عليه أيضا من هذه الميليشيات سيد توني يعني في الواقع بطبيعة الحال هو خطر ولكن الرئيس حريري لديه حماية أمنية ربما هو يستطيع أن ينظم هذا الأمر ويستطيع تقدير الأمور لناحية الأمنية كما أن هناك بالرغم من سيطرة ميليشي حسب الله هناك جزء من الدولة اللبنانية لا يزال قائما وتستطيع تأمين الأمن بالتنصيق مع رئيس حريري وحريري هو من يقدر الموقف الأمني بالنسبة له والعودة إلى لبنان وهو أشار إلى ذلك وأشار أنه يعيد تقييم حراسي الشخصيين وسوف يعمل خلال الأيام الثلاثة المقبلة أو الأيام المقبلة لتقييم الوضع الأمني وتشكيل منظومة تؤمن له الحماية للدخول لبنان وإكمال إجراءات الاستقالة وتشاول مع رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة نعم كان معنا من لبنان أو من لبنان المحلل السياسي طوني بولوس شكرا يزيلك سيد طوني